شاركت وزيرة التنمية المحلية منال عوض في منتدى جسور المدن الذي يعقد في العاصمة النمساوية بينا خلال الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من أكتوبر الجاري والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ينيد بمشاركة جيرد مولر المدير العام للمنظمة وبحضور عدد من الوزراء المختصين من مختلف دول العالم أكدت وزيرة التنمية أن تبني مصر الاستراتيجية شاملة تنبثق من رؤية مصر 2030 والأجندة الوطنية الحضرية لعام 2022 تحقق التكامل فيما بينها وتهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وسد الفجو بين المناطق الحضرية والريفية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة فضلا عن القضاء على المناطق العشوائية والخاطرة من خلال مشاريع تطوير العشوائيات وسد الفجو بين صعيد مصر والقاهرة الكبرى